بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة أعداد الموزنة الاستثمارية تقدير التكليف الجرية المرة اللي فاتت المحاضرة الماضية أطدرنا التكليف الاستثمارية واللي قبلها أطدرنا العائد اللي هي المبيعات حنقدر التكليف الجرية وهي تكليف احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات تكاليف العمالة وجور ومكافآت وحوافز إنتاج ومزاع عينية تكاليف الصيانة والإصلاح تكاليف الوقود والقوى المحركة والمياه المصروفات الصناعية غير المباشرة التكاليف التسوقية والإدارية إهلاك الاستثمارات السبتة القبلة للإهلاك الضرائب على أرباح الشركات تقدير التدفقات المستقبلية الداخلة يتم تحديد التدفقات المستقبلية الداخلة كالآتي الإرادات الجارية بنشوف الإرادات الجارية اللي بتيجي من المبعات أطرح منها تكاليف الجارية بما فيها الإهلاك وبدون الضرائب هيدين صاف الربح قبل الضرائب نطرح منه الضرائب على أرباح الشركات هيدين صاف الربح بعد الضرائب ده صاف الربح بعد الضرائب اللي هو المحاسبي اللي بنعمله في قيمة الدخل اللي بيجي طبقا لأساس الاستحقاق لو خدت صاف الربح بعد الضرائب ده وضفت عليه إهلاكات الأصول السبتة الملموسة وغير الملموسة أجمع عليه كل الإهلاكات هيديني التدفق النقدي المستقبلي ده اللي هو الداخل تدفق الداخل وفي مجال التخطيط للإستثمارات التي تقوم بها المنشأة والرقابة عليها يجب تحديد طبيعة ونوعية كل مشروع استثماري من حيث العديد من الجوانب منها قابلية المشروع للتجزئة المشروع ينفع يتجزئ أن يتنفذ أجزاء منه السنة دي ونكمل في السنين اللي جاي بعد كده ولا لازم المشروع يتنفذ كله كوحدة واحدة رقم اتنين درجة نظرة الموارد المطلوبة المشروع عايز موارد متوفرة ولا نادرة الوجود تلاتة درجة استقلالية المشروع يعني المشروع حينشئ بشكل مستقل ولا عشان ينشئ لازم يكون مع مجرؤات أخرى تساعده أربعة تعدد أهداف المنشئة التي تقوم بأداد موزنتها الاستثمارية